مع قدوم فصل الشتاء تتفاقم معاناة الأسر النازحة في مخيم بزيبز الواقعي في قضاء العامرية بمحافظة الأنبار اتشتكي أسرة أبي حاتم المهجرة من جرف السخر افتقارها مقاومات الحياة والاضطرار للمكوث منذ سنوات تحت خيام مهترئة على حين ترتجف أجساد أطفالهم فيها من الصقيع والأمطار نحن نازحين من جرف السخر لمطقة العويسات والله لا حاول ولا أغوى ما عدنا غير رحمة الله وهذا المطار وهذا الثلج كله عنه والله الصباح قاعدين نتراجف لا نفطات كهرباء ماكو والله العظم الصباح هذين يرجفونها مغطاتهم بالبطاني أسرة أبي حاتم تتساءل عن أي ذنب اقترفته لتستمر معاناتها داخل المخيم وسط ظروف مأساوية وغير إنسانية مع انقطاع وصول المساعدات الإغاثية لهم وضعني حيل تعبان المطار غرقني يعني حتى غطية كلها تبللت ما عدنا نتغطى به أشي قل لك غذائية غليلة تصنع على مالات يعني الغذائية مالت الدولة هي هاي أكثر منها ماكو من رمضان وجاغر مرتين انطلنا مساعدات ومع بدي عام جديد تطالب الأسرة المهجرة بالعودة إلى ديارها في ناحية جرف الصخر الخاضعة لسيطرة الميليشيات المسلحة والتي تمنع أي أحد من الدخول إليها سنة جديدة أرجع لبيوتنا وتمنى أن نخلص منها الخيم والمطار ونقعد نستغير ونعني هسا إحنا قاعدتنا هنا ماء فياضان نعني هدومنا وذلك كنا نتنقع ومنيتنا نرجع لبيوتنا ونخلص منها الخيم وان ما عنده لا أخو ولا هاي عنده أخوي هذي ونعني أمي وأبوي ونعني هلا ما عندنا كش يقضي آلاف النازحين في مخيم بزيابز شتاءهم منذ نحو تسع سنوات وسط معاناة كبيرة مع تلاشي آمالهم باقتراب عودتهم إلى ديارهم وإنهاء أزمتهم في ظل سطوة الميليشيات وتقاعس الحكومة واستغلال ما يدعون تمثيلهم سلعة للمساومات السياسية